وصلت وزارة الداخلية حملياتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 471 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 137 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 95 طن كما تم ضبط أكثر من 41 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 90 قضية خبز ناقص الوزن و63 قضية خبز غير مطابق للمواصفات